2007 من الفرق القوية جدا في نت زمانك وطبعا أحمد ريز كان له تصريحات في بصرد هذه المباراة أن الفريق يسير بخطة ثابتة نحو بطولة الجمهورية وكمان أكد أحمد ريز أنه ساعدته بتحقيق نتيجة كبيرة على فريق المينيا بسلسية وأضاف أن العيب الفريق قدامه عرضا مميزا أمام المينيا سوف شوط الأول أو الثاني وأشار أن الفريق يسير بخطة ثابتة في مشوار البطولة كل التوفيق لطبعا وجه الشكر طبعا لتجانة كرة مصرية رئيس قطاعات الناشئين وجمال حمزة المدير الفاني للقطاع وحازمام نائب المدير على المجهود المبزول فيه مع جميع فرق القطاعات لتحقيق الهداف والنتائج المميزة هروح بقى لفريق 2003 و2003 دي خرج منها خمسة لعيبة ومع ذلك وقف على رجلها صاحب ريم صلاح عامل حقيقة شغل كبير جدا جدا وكان محمد حسن قبليل حقيقة فاز على سد أسوان 7-0 كانت مباراة قوية جدا علي ياسر وعبد الله محمد بواقع هدفين لكل منهما عبد الرحمن حمد الفايومي طبعا ومحمد صلاح وسيد شريف بتسجيل هدف لكل منهم الفريق 25 نوطة مصادر جدوى لمسابقة ما شاء الله ربنا وفاهم ان شاء الله بإذن الله ويكملوا على كده طبعا يقود الفريق نجب مصر ونازل زماج سبق إبريم صلاح يعني رئة جمدة كان إبريم صلاح في نص سمال عبده حاجة جمدة جدا 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 يعني مديرا فنيا أحمد زكريا ومعتاد صلاح مدربين مساعدين حسني موسعب مدرب الحلس المرمى رضا عبدالواحد إداري للفريق محمود سعيد أخصائي وتأهيل والإصابات رفعة حمدي مسؤول المهمات